السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم عن عدد من الأعداد وهو رقم 5 يقول فقهاء التفسير أن رؤية الرقم 5 في المنام دليل على اتزان المشاعر وعلى العاطفة والصحة والمال لذلك فرؤية الرقم 5 يعد من الرؤى المحمودة في منام الرجل كذلك يعد رقم 5 من أرقام الحظة والسعادة في الحياة حيث يشير إلى عدد الفروض الخمسة وهي الصلوات والتي تعد أحد أرقان الإسلام والتي يبلغ عددها خمسة رؤية الرقم 5 في منام الشاب الأعزب تدل على الزواج بعد خمسة أيام أو خمسة أشهر أو خمسة سنوات ولكن رؤية الرقم 5 مكتوب على الحائط هو تنبيه للرجل بوجود بعض العقبات والمشكلات في حياته والتي يجب أن يتخطاها ويتخلص منها من أجل بدء حياة جديدة تفسير رقم 5 في منام العزباء يقول فقهاء التفسير أن رؤية رقم 5 في منام العزباء يدل على خطبتها بعد خمسة أشهر أو خمسة سنوات أو خمسة أيام وكذلك الحال بالنسبة إذا كانت مخطوبة أما إذا شاهدت الفتاة العزباء أنها تقوم بكتابة الرقم 5 في هذه الرؤى من الرؤى المحمودة وتشير إلى الحصول على الكثير من الأموال عن قريب أما رؤية خمسة جنيهات ورقية فتكون إشارة للزواج عن قريب من رجل غني تفسير رؤية الرقم 5 في منام المتزوجة يقول فقهاء تفسير الأحلام إذا شاهدت السيدة المتزوجة رقم 5 يدور ببالها كثيرا فيعني ذلك وجود الكثير من الأمور التي تحيط بها وتسبب لها القلق الشديد أما إذا رأت العصور على خمسة عملات مختلفة فهذه الرؤية إشارة لإنجاب الكثير من الأبناء كذلك يشير رقم 5 إلى الفروض والصلوات الخمسة لذلك قد يكون إشارة وتنبيه للسيدة بضرورة الالتزام وتأدية الفروض والصلوات وقد يكون إشارة لإكتمال التوازن في الحياة وهو الصحة والعاطفة والعمل والمال أما إذا شاهدت السيدة رقم 5 مكتوب على الحائط فيدل ذلك على الفراق أو وجود الكثير من المشاكل في حياتها تفسير رؤية الرقم 5 في منام الحامل يقول فقهاء تفسير الأحلام أن رؤية الرقم 5 في منام السيدة الحامل يشير إلى الفترة المتبقية لها في الحمل كما أن رؤية الرقم 5 يحمل الكثير من الخير والقدرة على تحقيق الأحلام والطموحات في المستقبل إن شاء الله تفسير رؤية رقم 5 في منام المطلقة يشير رؤية رقم 5 في منام المطلقة على دلالة على عودتها إلى زوجها وعيشها في سلام معه أو خلاصها من أعدائها أو علامة على زواجها مرة أخرى من رجل طيب يعودها ويسعدها ويملأ حياتها وتحبه كثيراً وربما تكون إشارة لها على التزامها بتعليم الدين الصحيحة والحرص على الصلوات الخمسة أو التمسك بأرقان الإسلام واتباع السنة النبوية الصحيحة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيراً جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء